السلام عليكم الحديقة دياولي اشخباركم لبس عليكم ان شاء الله تكونوا باخر وعلى خير وكما غلبكم البرد البرد البناز كي يجيب العقز وكتعيش بك الكاشا وتقولي إن كمير سوال حي مشي نتكمش ولكن اللحنة نحيدو العقز وانا نجي نعطاكم دايما نطاقة الإيجابية نوضي وجديلي هاد الكيكا معشق هوا هاد العشي يراني جايا ندلقوتي عندك فغضي نشارك معكم هاد الكيكا البناز كتجي رائعة بالنسبة للمقادير فغضي نحتاجو هنا نعطيكم خطرة وحدة ما نبغيش نكتر عليكم عاد ندير مقادير بوحدهم طريقة بوحدها خدمي خطرة وحدة خدي واحد الإناء جوج بيضات نص كاس سكر الكاس اللي تعبري به كاس نتع الشاي نص كاس سكر نص كاس زيت نص كاس حليب كل شي خويهم في مرة وحدة ديلي لي واحدة الساشين تعالفاني وخلطيهم بالفوي عادي ما نسوش وحدة الرشاة ديال الملح خلطيهم بالفوي هكا عادي حتى كيتخلطهم زيان دافيلي عليهم جوج كيسان ديال فارينا اللي هي ميتين جرام وتكون مغربلة ومعلقة كبيرة ديال الكاكاو وزوج اكياس من خميرة ديال الحلويات اللي هي كيس عفوا من خميرة ديال الحلويات اللي هي سبعة جرام خلطة لي كل شي غدي تحصل على واحد القوان بهذا الشكل هذا كتاخدي اي صينية بغيتيها انا استعملت هاد صينية اللي كتكون مسنة دير الصينية اللي بغيتي دهنيها بزبدور الشيها بالفارينا وخوي الخليط ديالك القطر ديالها تقريبا يكون واحد ستة وعشرين سنتيم كتخوي الخليط ودخليها للفرن ساخن على نار مهي لحتك كطيب وكتنشف كتدخلي فيها كوردون كيخرج ناشف حمريها شوية من الفوق يعني انا غشعلي لها شوية من الفوق صافي وخرجيها انفوات خرجيها تكون سخونة سقيها بواحد نصف كاس حليب الي عندك قهوة سريعة الدوابان ديريها في ذاك الحليب باش كتعطيني سمازوينة انا ما كانتش عندي كتافيت فقط بالحليب نحيدوها على جانب غادي نحتاجو هنا كسر ونادرت فيها كاس كبير ونصف ديال الحليب زوج ملاعق ديال الناشا ممكن تعوضيها بالدقيق إلا ما كانش عندك النشا غي ما تعقزيش عليا تلت ملاعق ديال السكر ساشين تعالفاني وخلطة بالفوي ردهم على النار مع التحريك حتى تعقادوا تولي لك كريمة تولي لك كريمة بحل المهلبية مليت ولي كريمة إلا عندك أنا استعملت هنا بحل ببيرلي يعني يغوت جبن طاري كيتباع هاد الجبن استعملت ببيرلي ولا اللي بغيت يديري ما لقيتش هاد النوعية ديري دانون تعفاني تهو كيعطيما هادا قزوين ودرت واحد زوج قيطة عن تعجبن الكيري او جبن مربع باش كيتعطيكم هاديك الكريمة كاتجي لديدة بزفة البنات كاتجي رائعة وجبنية صافي محدها هي الكريمة سخونة ضفت عليها هاد الجبن هادا دوبتو معاها ومشيت خويتو مباشرة خويتها فوق هاداك الطبق نتع الكيك و بالمناسبة هاد الطبق هادا البناتر هاكا تجمد يعني ما كاتفقاش هاكيكا ما كاتفقاش هاكار هاكا تجمد صافي كنوزحها بهاد الشكل هادا وغاد ندخلها لتلاجة برد هنا فوق ها تقدروا تزينوا باش مما بغيتو تقدروا تدوبو شوكولات ديرو خوطو تقدروا ترشغي مكسارات مثلا تاخد غياغورد شوكولات وديري هاكا من الفوق اللي بغيتي انا زينتها غيب الكاكاو الكاكاو الحلو ماشي الكاكاو مر والليلة عندك ديك الشوكولات اللي كي ياكلوا الوليدات يدروها في الحليب تهي ممكن ودرتها واحد تزين باسايت درت واحد الفوق شايت ومعلقها هاكا في الواسط وغبرت بواحد الكاكاو في واحد صفاية ودوزتو كامل على الوجه ودوزتو كامل على الوجه كيراكو تشوفو تزين باسايت مهم اللي يحب الخاطر تقدرو كيما قد لكم تديروه سوف يمكن تحيدو هاداك المعلقه غيب شوية باش مكيتخسر لكمش المنظر ومدي بش على الصوت عندي بنتي صغيرة والله كتعاوني زعمة في الهضراء سوف البنات كتعطيو حد شكيل زويون وتزين كيكون باسايت كتخليوها تبرد وكتقطعوها هاكا المرسويات وكتقدموها وإلا درتو سانية كاريه ولا قد تقطعوها المربعات كجيزوين البنات كتجي مسقية ما كجيش ناشفة وكيمشتو المكونات ديالها بسيطة فضروري تزربها انا قلتلك حيدي العقز ونضيج ربيها ميلجوكم هاد الوصفة حبيباتي قلوها هالي في التعليقات خليولي كلمة طيبة مخسرتو والو بارتاجيو الفيديو من عائلة ديالكم باش هكا الكل شي يستفد ويكون التفاعل عند خسكم وتشجعوين باش نقدم لكم المزيد من الوصفات مع الي اغين نقلكم خليتكم على خير ونتلقاوه في الوصفة المقبلة ان شاء الله معكي وصفة الى اللقاء